السؤال الاول اللي معانا بيقول باستخدام طريقة الاي اكس اي اي طرمزات الاي اكس اي التالية تمثل جزيئا له شكل هرمي طبعا احنا خلاص عرفنا الاشكال اللي قدامنا الاي اكس اي ثري بتمثل والاي اكس فور بتمثل اي وهكذا طبعا الاجابة بتاعتنا هتكون اي اكس ثري اي على اعتبار ان انا عند زر مركزية واحدة حواليها 3 ازواج ارتباط وحواليها زوج الكتروني حر فبالتالي هيعطيني شكل هرمي السؤال التاني بيقول يوضح الشكل التالي مركب الهايدرازين ال NH2 NH2 ما قياس زاوية الرابطة HNH في جزء الهايدرازين هل يطرى 107 ولا 90 ولا 120 ولا 109 ولا 104 طبعا هو بيطلب منك ازاي تتعرف على الزاوية المحيطة بزرة النيتروجين المركزية النيتروجين بيكون حواليها زوج الكتروني حر واحد الزوج الحر الواحد بيقلل لزاوية من 109.5 زي ما اتفقنا مع بعض في جزء الميثان لحد كام لحد 107 اذا الاجابة هتكون 107